السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم طلاب مدارس هبط الله الأساسية عدنا من جديد أيها الطلاب الرائعون طلاب الصف الثاني عدنا من جديد إلى مادة العلوم هيا معاً لنفكر ونقوم بحل كتاب التمارين هيا معاً لنقوم بحل النشاط كيف تساعد التركيب الحيوانات صورة كلب وصورة بطة وصورة خروف هذا النشاط لقد تم حله سابقاً في كتاب الطالب فهو الآن هو مراجعة بالنسبة لكم أنظر إلى الصور وأتأملها جيداً استنتج ما شكل التركيب الذي يساعد الحيوانات على تناول طعامها لدينا صورة الكلب ولدينا صورة البطة ولدينا صورة الخروف هنا الكلاب المخالب هي تركيب تساعدها على تناول طعامها لدينا أيضاً في الصورة الأسنان الحادة حتى تستطيع تمزيق اللحوم إذن لدينا للكلب لديه تركيبان المخالب ولديه أيضاً الأسنان الحادة البطة التركيب الذي يساعدها على تناول طعامها هو من قارها العريض والقوي أما الخروف فالتركيب الذي يساعده على تناول الأعشاب هو الأسنان المسطحة كما ترون في الصورة فهي أسنان عريضة لطحن الطعام لطحن الأعشاب ننتقل إلى التمارين وأصل بخط الكائنات الحية في العمود الأول بما يناسبها من حاجات أساسية للعيش في بيئتها في العمود الثاني في البداية لدينا النمر ماذا يحتاج النمر من هذه الصور؟ نعم اللحم تناول اللحوم لأنه آكل لحوم أما النبتة ماذا تحتاج؟ رائع تحتاج إلى التربة الصالحة تحتاج إلى تربة صالحة لنقوم بزراعتها لدينا هذا الحيوان انظروا ماذا يحتاج يحتاج إلى مأوى فهو يعيش في تجاويف الصخور فهو يختبئ فيها أما الأبقار فتحتاج إلى الأعشاب لأنها آكلة أعشاب وأخيرا الطيور تأكل الحبوب الطيور تأكل الحبوب بهذا نكون واصلنا بين الكائن الحي وما يحتاج من كائنات أساسية الآن أكون سلسلة غذائية بين الكائنات الحية الآتية أفع جرادة سقر نبات القمح وضفضع أولا دائما نبدأ بالنباتات تبدأ السلسلة الغذائية بالنبات إذن أولا النبات القمح نبات القمح تأكله الجرادة نبات القمح يأكله الجرادة ثم يقوم الضفضع بأكل الجرادة فتنتقل الطاقة إلى الضفضع إذن الضفضع يقوم بأكل الجرادة ثم تقوم الأفع بأكل الضفضع لأنها آكلة لحوم ثم يقوم النسر أو السقر الموجود في الصورة بأكل هذا الأفع السقر آكل لحوم يأكل هذا الأفع نعيد ونكرر إذن واحد في السلسلة الغذائية هو نبات القمح يحصل على طاقته من الشمس ثم تنتقل الطاقة إلى اثنين الجرادة لأن الجرادة آكلت نباتات ثم يقوم الضفضع رقم ثلاث بأكل الجرادة فتنتقل الطاقة من الجرادة إلى الضفضع ثم تقوم الأفع رقم أربع بأكل الضفضع لأنها آكلة لحوم فتنتقل الطاقة إلى الأفعى في النهاية يقوم السقر رقم خمسة بأكل الأفعى بهذا نكون شكلنا سلسلة غذائية ننتقل إلى السؤال الرابع الموجود لدينا أختار الكلمات المناسبة من صندوق المصطلحات وأضعها داخل الدائرتين في المواقع المشار إليها بالنقاط ألف با جيم دال ها لدينا صندوق مصطلحات كلمة يطير كلمة يأكل الأعشاب كلمة كائن حي ويأكل الحبوب ويقفز سوف نصنف هذه الكلمات بما يلائم الأرنب وما يلائم الطير معا بالنسبة للأرنب سوف تكون له الدائرة الموجودة على اليمين الأرنب يأكل الأعشاب ويقفز يأكل الأعشاب ويقفز أما بالنسبة للطيور فإنها تطير وتأكل الحبوب الطير يطير ويأكل الحبوب هكذا نكون صنفنا أربع مصطلحات أما المصطلح المتشابه بين الشكلين أو بين الكائنين وجه الشبه بينهما بأنهما كائن حي الأرنب والطائر كائنان حيان هذا وجه التشابه لكن دائرة على اليمين هي اختلاف تختلف الأرنب عن الطائر بهذه المصطلحات لكن وجه التشابه بأنهما كائنان حيان الآن يا ثاني سوف يكون لك واجب وهو زراعة بذور في حديقة بيتك ولاحظ مراحل لموها وقم بتسجيلها على دفتر الكتاب التمارين هيا وقم بزراعة أي بذور موجودة لديك في بيتك بهذا نكون أتممنا الأنشطة والحل إتابة التمارين إلى اللقاء في الحصة القادمة ترجمة نانسي قنقر